بعد الضجة التي أثيرت حول الزليج المغربي، أثير جدل مؤخراً حول السلهام المغربي، حين تداولت عدد من الصفحات الجزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، أخباراً زائفة تزعم أن المغرب نشر صورة للتراث الجزائري للترويج لحدث ثقافي مغربي باستعمال السلهام، ونفى مصدر مطلع نشر صورة للتراث الجزائري للترويج لحدث ثقافي مغربي وشدد على أن السلهام يعد لباساً مغربياً حيث أنه عرف كثرات مغربي أصيل ضمن التقاليد المغربية واشتهر السلهام المغربي بظهوره في الحفلات الرسمية وأطلق عليه السلهام المخزني وأضاف المصدر أنه بالعكس فإن الجزائر عبر صفحات وبروفيلات وهمية هي التي تواصل الاستيلاء على التراث المغربي وسبق لها أن قامت بمحاولات مماثلة في حين أن هناك سعي من طرف ذباب إلكتروني جزائري للتسويق بأن المغرب قام بالسطو على التراث الجزائري في إشارة للسلهام المعروف مغربياً منذ عهد أحمد المنصور الذهبي عندما أقر اللباس المخزني ثم اشتهر خلال القرن التاسع عشر مع السلطان الحسن الأول وهو ما أكده الكاتب الفرنسي الشهير بير لوتي سنة 1889 في كتابه أوماروك عندما وصف كيف كان السلطان الحسن الأول يرتدي السلهام المغربي وأوضح المصدر أن هذه المحاولات البائسة تأتي لمهاجمة جهود وزارة الشباب والثقافة والتواصل في مجال الحفاظ والترويج للتراث المغربي حيث أن الوزارة قامت بعدد من المبادرات على المستوى الوطني وحتى دولياً على مستوى الإسيسيكو واليونيسكو وهي الجهود التي لم تعجب الجيران في الجزائر ويحاولون اليوم تبخيس المحاولات المغربية الجادة عوض مناقشة قضايا داخلية بالجارة الجزائر واعتبر المصدر ذاته أن هذه المحاولات لن تغير شيئاً في تاريخ التراث الثقافي المغربي وعناصره المسجلة لدى منظمة الإسيسكو واليونيسكو ترجمة نانسي قنقر